اشتركوا في القناة شريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية حفظه الله على صعيد دعم جهود البلدين في تعزيز التنسيق وتعاونهما الاستراتيجي في كافة المجالات وحول مجمل قضايا المنطقة بما يحقق مصالحهما المشتركة وبما جاء بالبيان الختمي المشترك لزيارة جلالته وما أكد عليه من التزام بمضامين إعلان العلا وفق جدول زمني محدد ومتابعة دقيقة بما في ذلك استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمنظومتين الدفاعية والأمنية المشتركة وتنسيق المواقف والإسراع في العمل الثنائي بين دول المجلس لإزالة كافة الأمور العالقة كما أشاد المجلس بنتائج الزيارة التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله إلى الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة وبنتائج المباحثات التي أجرها سموه مع كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية وما تضمنته من تأكيد على مواصلة دعم تنمية العلاقات التاريخية الاستراتيجية التي تجمع البلدين على كافة الأصعدة وزيادة التنسيق فيما يتصل بالجهود المشتركة الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار وتحقيق السلام والتنمية في المنطقة والعالم منوها المجلس بما تم الإعلان عنه خلال الزيارة من اتفاقيات ومذكرات تفاهم ستعزز مسارات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات ومنها الصناعة والخدمات اللوجستية وقطاع علوم الفضاء والمجالات الرقمية والمعلوماتية وأكد المجلس أن ما تحقق من إنجازات على صعيد تقدم المرأة البحرينية يجسد ويعكس نجاح البرامج التي يتبناها المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة من تبراهيم الخليفة قرينة عاهل البلاد المفدة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله يأتي ذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة وقد رحب المجلس بقرار مجلس الأمن الدولي بتجديد نظام العقوبات على اليمن وتصنيف الحوثيين للمرة الأولى كجماعة إرهابية وإدراجهم في قائمة عقوبات اليمن وفرض حظر إرسال الأسلحة إلى اليمن مؤكدا أن هذا القرار سيحد من قدرات ميليشيات الحوثي الإرهابية وسيحفظ الأمن الأقليمي والدولي بعدها قرر المجلس ميلي أولا المؤفقة على المذكرات التالية مذكرة اللجنة الوزرية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن مشروعي قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية والعلامة المميزة للسلع الانتقائية التي يلتزم المسجل بوضعها على هذه السلع وأحكام الرقابة عليها مذكرة سعادة وزير الخارجية حول إعادة تشكيل اللجنة الوطنية بشأن حظر استهداث وإنتاج واستعمال وتخزين الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة مذكرة اللجنة الوزرية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن رد الحكومة على اقتراحين برقبة مقدمين من مجلس النواب بعد استعرض المجلس الموضوع التالي مذكرة سعادة وزير الخارجية بشأن المشاريع التي تنفذها الوزارة ضمن برنامج الحكومة 2019-2022 ونسب الإنجاز في 23 مشروعا تستهدف تطوير العمل الدبلوماسي والقنصلي ثم أخذ المجلس علما من خلال التقارير الوزارية المرفوعة من أصحاب السعادة الوزراء بشأن المشاركة في الدورة التاسعة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب ونتائج زيارة الممثل الخاص لرئيس الوزراء ووزير جنوب آسيا والأمم المتحدة والكومنولث في وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية بالمملكة المتحدة والمشاركة في الدورة السادسة والعشرين للمجلس الوزاري المشترك بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي والمشاركة في عمال المؤتمر العالمي للاتصالات المتنقلة والمشاركات الخارجية لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء وزيارات الوفود الأجنبية لشهر مارس 2022 والفعاليات التي ستستضيفها مملكة البحرين خلال الفترة من مارس 2022 إلى مايو 2022